اشتركوا في القناة يصرح به دائما ويتحدث به دائما مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء الحالي وغيره من رموز هذه العملية السياسية لكن مصطفى الكاظمي يبدو أكثر من مرة عندما يحس أن نصيبه أو فرصته في البقاء في منصب رئيس الوزراء يبدأ في الحديث عن إنجازات وهمية هو بدأ بكذبة كبيرة وينتهي بكذبة كبيرة بدأ بكذبة أن من جاء به هم ثوار تشرين وأن ثورة تشرين هي من جاءت به وهذه كذبة كبيرة طبعا من جاء به هي الأحزاب والقوى والميليشيات التي تحالفت والمنضوية بالعملية السياسية هي التي جاءت به لأن وصلوا إلى طريق مزدود وكان يجب أن يفعلوا شيئا لينقاذ العملية السياسية من السقوط على يد الثوار تشرين على يد الشباب الذين قتلوا من أكثر من ألف وجرحوا أكثر من ثلاثين ألف شاب واختطفوا الكثيرين والتهموا بالكثير واجوا بالميليشيات والسلاح ولم يقدموا لحد الآن منذ عام 2017 منذ تشرين عام 2017 لحد الآن لم يقدموا مجرما واحدا قال يقولون أن هذا المتهم بقتل المتظاهرين أكثر من ألف شاب قتل في ساحات العراق في الناصرية في بغداد في النجف في كربلة في بابل في كل مكان لم يقدموا مجرما واحدا لكنهم على العكس من ذلك قدموا أربعة من الشباب الصغار قالوا هؤلاء قتلوا ضابطا أثناء التظاهرات هؤلاء من المتظاهرين هؤلاء من المخربين قتلوا ضابط قدموهن المحكمة وحكموهم بالإعدام لاحظ الفرق ولاحظ التصرف لاحظ الرؤية الكسيحة والرؤية المنحازة ضد الشعب هذا واقع الحال المهم هكذا جاء الكاظمي وهكذا حاول أن يلعب بالكلمات ولديه طبعا مجموعة من الإعلامين مع الأسف من الصحفين الذين طبلوا له وما يزالوا طبعا تناقص عددهم يعني قلة جدا جدا بقوا منهم لأنهم فضحت قضيتهم كانوا يحاولون الترويج له على أنه يعني رمزا وطنيا ومخلصا وصاحب رؤية جديدة والحقيقة والحقيقة أن الأيام أثبتت أنه لا يختلف عن الآخرين بل يعني ربما يعني مثلهم سوءا أو أكثر المهم قال قبل أيام قليلة قمت بما يرضي ضميري في إداء مهامي ما هي المهامة التي ترضي ضميرك يعني أنت رئيس الوزراء وأنت حصة كل العراقيين هل قدمت قاتلا واحدا من قتلة المتظاهرين اللي أمهاتهم بالشوارع طالبون بثار لهم آبائهم وزوجاتهم واخوتهم وخواتهم وابنائهم بالشوارع طالبون بتقديم قتلتهم إلى العدالة هل قدمتم لا هل قلتم لنا من هي الجهات التي كانت تعتدي على المتظاهر يسميتمهم طرف ثالث من هو الطرف الثالث لا تريدون أن تقولوا من هو وهو جزء منكم وأنتم من ترعون الطرف الثالث وبسيارات الحكومة وبسلاح الحكومة وبسلاح الدولة يقتل الناس ويعتقلهم حتى في زجون الدولة هذا واقع الحال ويعذبهم ويغطفهم وتنصاعون له ولا تستطيعون الحديث معه هذا واحد انفلات السلاح هذا الأهم كارثنا في العراق السلاح في كل مكان والكل ترفع السلاح وأحوالي العشائر تقاتل بالأسلحة الثقيلة والخفيفة ويوميا نزاع عشائر يقتلون ضباط ويقتلون الناس ويقتلون ما بينهم ويقتلون الناس العراقيين بما بينهم ولا تستطعون أن تفعلوا شيئا والسلاح في كل مكان والميليشيات والعصابات وتقطف وتقتل وتلوح بالسلاح في وجه الجميع ولا أحد يستطيع وتلوحون بالسلاح بوجهك أيضا أمام المنطقة الخضرة وأضعون صورك تحت أقدامهم ولا تستطيعون طيب هل قضيت على الفقر على الجوع زاد الفقر وزاد الجوع وزادت الأمية وزادت مساحة المرض وزاد الخراب هل قدمتم خدمات للشعب العراقي؟ طبعا الفوضى هل استطعتم تقليص الفوضى؟ هناك فوضى سياسية وهذه ملامحة موجودة واقع الحال الآن يثبت ذلك بعد سبعة أشهر من ما سميتوه انتخابات مبكرة ما زال الوضع على حاله وما زالت القضية في أسوأ ما يمكن والمشاحنات والحوارات والمشاكسات والصراعات موجودة فوضى سياسية فوضى اقتصادية هذا الاقتصاد المدمر فوضى اجتماعية فوضى أمنية فوضى في كل شيء فما هي المهام التي أديتها؟ حتى الطائرات المسيرة التي جاءت وقصفت بيتك وقلت عرفهم هؤلاء الميليشيات لم تدلي بتصريح واحد عنهم لم تقول من هم هؤلاء تخافا تقول من هؤلاء فما هي مهامك التي أديتها لكي تقول أرضيت ضميرك في أداء مهامك هذه واحد يقول لا أمتلك العصة السحرية لتغيير الواقع بضربة واحدة لكن حكومتي وضعت أسس الحياة الطبيعية أين ذلك؟ يعني وين أسس الحياة الطبيعية؟ هذه بالورقة البيضاء التي رسمتها هذه الخيال التي مئة ورقة تتحدثون عن المشكلة والمشكلة يعرفها الجميع والباقي 20 صفحة تتحدثون عن مشاريع وهمية لا يستطيع أحد تنفيذها لأنه في العراق لا توجد لا صناعة ولا زراعة ولا تجارة ولا كل شيء وهذا يحتاج لها إلى أموال وإلى بناء تحتية وإلى خدمات وإلى أمن وإلى استقرار سياسي وإلى استقرار اقتصادي وإلى سياسة اقتصادية وإلى وعي إلى رؤية هذه غير موجودة كل هذه فوين هذه الأسس التي يعني أسس الحياة الطبيعية التي وضعتوها والعراق من سيء إلى أسوأ فإذا كنت تنظر إلى المولات التي تبنى بالعراق وإلى الأسواق التي يبنوها وكل البضاعة أجنبية ومطاعم مليانة ملل بها العراق من شمال إلى جنوب مطاعم وأسواق مولات هذه كارفة إذا كان بلد تحولونه إلى بلد مستهلك وبلد يأكل ويشتري ويلبس فقط وينام هذه كارفة كبيرة وإذا كانت هذه أسس الحياة الطبيعية فتلك يعني أم الكوارث ويقول أيضا نجحت في تعقيل أعلى معد النمو اقتصادي على مستوى الدول العربية وهذا الموضوع علينا أن نتوقف عنده يعني إذا كان هو لا يفهم في الاقتصاد فكان على من يحيطون به من يدعون أنه مستشارين اقتصاد لأنه يقول لا تتحدث في هذا الموضوع لأن النمو الاقتصادي ليس كما يراه يعني يطلع يطلع جدول يقول العراق أعلى درجة نمو اقتصادي اعتمادا على ماذا وسأقول لك وسأقرأ مما يعني حديث الاقتصاديين الناس اللي يفتهمون بالاقتصاد يقولون أن النمو الاقتصادي يقاس النمو الاقتصادي في كمية السلع والخدمات التي ينتجها اقتصادي معين خلي يقول لنا هو ما هو السلع والخدمات التي ينتجها الشعب العراقي العراق ليس شعب العراقي، الشعب العراقي ينتج كل شيء ويستطيع أن ينتج كل شيء، لكن لا تخلوه يعني قاطعين على الطريق وهذه السلع يتم إنتاجها باستخدام عناصر الانتاج الرئيسي وهي الأرض والعمل ورأس المال والتنظيم العمل طبعا الناس وكذا الأرض موجودة عندنا العمال والناس اللي يعملون ملايين من العاطلين عن العمل ورأس المال موجود لكنه خاضع للفساد وداخل فيه مؤسسة الفساد اللي تسرقونه والتنظيم الإدارة فيه موجود إذن عناصر الانتاج الرئيسية غير متوفرة في العراق إذن ما كنت تاج وبشكل عام يقولون النمو الاقتصادي يعني زيادة الدخل لدولة معينة لأنه في بعض أوجه تعريفة هو زيادة الدخل دخل الدولة اللي دولة معينة لأنه علينا أن نتوقف يعني النفوط قفز سعرة من 30 ربما 30 أو 20 دولار ما عرفوش قيد إلى 120 دولار أنتاج العراق عالي جداً السوق يطلب النفوط هناك مشكلة دولية حثت بين روسيا وأوكرانيا وحرب ومصيبة فالطلب عالي على النفوط أسعار النفوط قفزت إلى 120 دولار زادت الواردات العراقية من النفوط زادت الأموال التي تأتي للعراق من جراء انتاج هذا النفوط فيها تنتج وتأخذ حصتها وتعطيك حصتك فبالتالي الموارد زادت ويقولون أن هذا الشهر 10 مليار دولار أكثر من 10 مليار دولار واردات العراق هل هذا تعتبرك نمو الاقتصادي؟ إذا كان ورود المال بهذا الشكل ما هو دخل العراق ما هو دخل الحكومة مالتك؟ يعني شنو وجه النشاط الذي قدمته الحكومة لكي يرتفع النمو الاقتصادي؟ هذه القضية معدل النمو الاقتصادي كي يرتفع هذه قضية قضية معيبة كان عليك قبل أن تتحدث في هذا الموضوع أن تسأل من يفهمون في الاقتصاد ومستشاري كذي يسميهم مستشارين اقتصادين كان عليهم من يقولون لك لا تتحدث في هذا الموضوع لأنه معيب وسيضحك الناس عليك به وهذه واحدة من الكذبات يعني يدخل بكذبة ويخرج بكذبة أنه يحقق شيء وقبلها قال حققنا مشروع والآن مشروع النمو والنهوض بالعراق والازدهار هذه كذبة كبيرة مع الأسف الشديد وإذا كنا نبدأ بكذبة بهذا الشكل يبدؤون بكذبة بهذا الشكل وانتهون بكذبة هذا الشكل وهذا واقعهم من عام 2003 إلى حد الآن فانظروا أحوال العراق إلى أين تسير يعني تسير إلى الآن مع الأسف الشديد وقت هذه الحلقة قد انتهى أترككم بخير وألتقيكم بحلقة أخرى إلى ذلك الحين استرجعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة